جزاكم الله خيرا وأحسنا إليكم ما معنى قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاطيه معناه أن الإنسان يسير إلى الله عز وجل وأنه صائر إلى الله وراجع إلى الله سبحانه وتعالى وأن الله سيحاسب بأعماله وإنجازيه عليها فملاطيه ولاق الربه عز وجل فعما من يتي كتابه بيمينه سوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى آله مسرورا وأما من يتي كتابه وراء ظهره سوف يدعو ثبورا ويصلى سعير لا بد للناس من هذا المصير إما أن يكونوا من السعداء وإما أن يكونوا من العشقية